اللي ممكن يحصل هنا يبقى لازم لعيبة النادي الاهلي ما بين الخطوط لازم المران عطيه أو التلاتة بتاع نص الملعب يديقه المساحات ولازم يبقى فيه مساندة دفاعية كبيرة من الأجنح دي نقطة النقطة التانية لازم لعيبة النادي الاهلي ما تسرحش لما الكرة تطلع ويسيبه الكرة التانية اللي هي كريم بنزيمة عشان دائما بيجي في وشه عينك على كريم بنزيمة نزل استلم اقعد تفتكر انه هو يعني انت تفوقت عليه فانت فهو طلع بره منطقتك اخذ بالك هاي بنزيمة تلعب بره منطقة الجزاء هنا تشتمل راحة الخطورة اخطر بكتب لازم ما شوفنا في ريال مدريد كانوا بيطلع عليه وهو يعني هو ما بيكانش بلعب في ريال مدريد من 4-5 سنين ده كان بلعب في ريال مدريد من سنة فطبعا يعني الله يكون في عند لعيبة النادي الاهلي مع كريم بنزيمة بالذات اللي انا بقول لك كريم برغم كل النجوم دي لو بنزيمة مش موجود موضوع كان يختلف تماما التفق معي الاتحاد سهل في ايه يعني الاهلي ممكن يتعامل مع نقاط ضعف ايه في الاتحاد طيب الاتحاد السعودي عنده مشاكل كتيرة جدا دفاعية كتيرة جدا جدا كريم ويمكن عاوز اقول لك انه مثلا لو نشوف الاحصائية بتاعته في اخر 12 مباراة دخل في مرماء اهداف كتيرة جدا ومن ساعة من راجل ده جير شوفتك في انترو ورد وبتتكلم بتقول ان الراجل من ساعة ما تولى زمام الامور في نادي الاتحاد جدا دخل فيه اهداف في كل المباراة اللي مسكها بس ناق مباراة اوكلم طيب الاحصائية مش معاني الاحصائية مش معاني ما بيش مشكلة بسرعة طولها هو دخل فيه 8 اهداف في الدوري و 3 اهداف فيه دوري ابطال اسيا في اخر 10 مباراة فالرقم كبير جدا جدا انت بتكلم ان هو بيخش فيه في معدل كل مباراة هدف هو 1 من 10 فمعناها ان كل مباراة اي حد بيلاعب اي حد بيلاعب الاتحاد السعودي قادر ان هو يسجل فيه فهل النادي الالي مش هيقدر يسجل فيه لا النادي الالي ان شاء الله بإذن الله هيقدر يسجل فيه تعالى نشوف بقى ازاي النادي الالي ممكن يستغل الاخطاء المتكررة الكربونية لنادي اتحاد جدا السعودي تعرضونا الشباب يالله احنا كريم تفرجنا طبعا تلات اربعة ماتشاط حاولنا نطلع منها باي حاجة نادي اتحاد جدا السعودي عنده مشكلة كبيرة جدا في التلاتة اللي قدام ذا ماكن من الكلمة ما بيضغطوش فبالتالي طلوع ابو الكورة عندهم بيبقى سهل جدا زائد بسبب البكين على طول تهارين معيش يا الشباب بس قبل ما جاء بسبب ان البكين على طول تهارين يا كريم فيه مساحات كبيرة جدا وراهم فيه اخطاء في التمركز دي مبارات اصبهان اللي كانت موجودة في السعودية الراجل بتاع اصبهان بيستلم الكورة عاوزة اوريك بس التلاتة اللي هنا اللي في اول الكدر ما فيش اي حد منهم بيضغط خالص من الثلاثة من الثلاثة الامامي فالرجل بمنتهى السهولة هيلعب الكورة نكمل بقى لحالاته احنا بنتكلم الراجل هيلعب الكورة بص بقى الناحة التانية عند اخر الكدره كريم هتلاقي فاضي والراجل الباكليفت اللي بقولك عليه بيطير على طول تهارين اتحاد جدا مساحة كبيرة جدا نكمل الحالاته احنا بنتكلم الراجل اول ما يستلم الكورة بص المساحة الفاضية وهنا الخطأ الكبير ان كلهم مش على خط واحد فبالتالي انت عندك مساحة فاضية كبيرة هافي سبيس اللي بيسموها وهتتلعب الكورة نكمل حالاته احنا بنتكلم الراجل هيعدل نفسه هيلعب الكورة على طول الراجل بتاع اصبهان الكورة بتتلعب وكانت خطرة جدا كورة من اخطر الكورات اللي موجودة في نادي اصبهان كورة تانية طبعا دي كورة في حاجة تانية بقى الكورة العكسية عندهم وحشة جدا 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 بص يا كريم ده الهدف اللي احرازه اصبهان في اول الشوت التاني من المباراة الكورة قوت بمنطقة البساطة بص ما اعاوز اكلمك على الراجل رقم تسعة لانه نلعب القوت عادي زي ما احنا ماشي سرعة طول يا شباب الراجل هيتلعب له القوت بص يا كريم على الضغط بتاع التلاتة جوتة وقف بيتفرج عبد الرزاق الحمد الله بيتفرج بص بقى هنا راجل رقم تسعة بمنطقة سهولة تلعب الكورة العكسية الراجل على طول نكمل الحالات الراجل ام دخل حط بدماغه كورة التعادل واحد واحد بعدها على طول في نفس المباراة نفس الكورة يا كريم يعني انت بص نفس الكورة انت تقولي انت جاب كوبي بيست لا هي هي نفس المباراة ولكن دي في الديئة تنين وسبعين نفس الكورة برضو الراجل رقم تسعة بيخش جوه لمنطقة الجزاء على طول وراء الراجل الباكليفت بتاع نادي اتحاد جدا سعودي فاضي فاضي ليه لان ما فيش اي ارتداد من الاجنحة ودي الكورة الاخيرة اللي كانت في المباراة الضمك السعودي عشان اواريك انه ما تخطيتهم العكسية كانت سيئة جدا نكمل الحالات بالكورة هنا في مباراة الضمك الراجل هيطلع بص يا كريم دايما دايما الهساوي الباكليفت بتاع نادي اتحاد جدا السعودي لوحده ما فيش اي مساندة هجومية دفاعية خالص من الجناح اللي بيلعب معاه نكمل الكورة اول ما الكورة هتتلعب له بص يا كريم الناحة التانية خالص برضو الراجل الشنقيتي الباكرايد بتاع اتحاد جدا واقف لوحده عليه اتنين لعيبة الراجل أول ما هيعدي نكمل الحالات وإحنا بنكلم هيلعب الكرة أوفر برضو هيلعب الكرة العكسية الراجل الشنقيتي وسيء جدا دفاعيا الكرة بتقلش منه بتنزل الراجل بتاع دمك بيحرز الهدف الأول ليه الهدف التاني لنادي دمك السعودي فهنا واضح إن فيه أزمة كبيرة جدا 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 بسبب اللين دفاع الهجومي اللي هيعمله نادي اتحاد جدا فالشغل هنا كله هيبقى بتاع مين بتاع ثلاث لعيبة إمام عشور في لعب الكور التولية الكور العالية تتلعب في ظهر الدفاع للتنين بيرسي تاو أفضل واحد دريبلر أفضل واحد يقدر يعدي واحد على واحد في النادي الآلي وحسين الشحات واستغلال سرعات حسين الشحات وحسين الشحات من ساعة ما راح على الشمال مع مارس الكولر وما يلعب على عدلته هيقدر يلعب كور العكسية الطويلة النحاة التانية اللي احنا بنسهل شايفينها دلوقتي في المبارات